اشتركوا في القناة ساعة قد تكون أبليش الواحد يدخل بكتاب كما قلت نوفل كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن أزمة القراءة أو المبادرات الشبابية التي نطالعها بين الفيناء والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التشجيع على القراءة أو لعل المبادرة التي نحتفي بها اليوم من أهم هذه المبادرات وأقدمها ربما هي انطلقت سنة 2014 وهي حققت نتائج إيجابية جدا كما نلاحظ هنا على صفحة مروان التي يكرسها صفحة الفيسبوكية يكرسها للحديث عن كل جديد في هذه المبادرة كما نلاحظ في هذا التعليق مثلا الذي قال فيه مروان تلقينا اليوم 160 كتابا وبه وصلنا إلى حدود الساعة إلى 960 كتاب أذكركم أنه ما زال ما زلنا نحتاج إلى كتب أخرى ونستطيع أن نتجاوز هدفنا بجمع ألف كتاب مرحبا بكل من أراد وأرادت أن تتبرعا بكتاب كيف تكون أصداء مروان هذه المنشورات الفيسبوكية مثلا الدعوات التي تقوم بها للناس من خلال تنظيم نشاط معين مثلا في أقادير في مراكش في طنجة كيكون تفاعل للناس؟ كيكون تفاعل الملكين جوجلا بغير قسمهم جال جال الناس اللي كيطربوا باش أنه نجيوا لمدون ديالهم كينين بزار؟ كين بزار جال الناس في مدون اللي كيت أنه بتعليقات كيدعوهم أنهم يجيوا لمدون ويديروا مبادرة شبيهة كنسوا له وشنا شفقاشات جيوا لمدينة أقادير مراكش في طنجة كتميكوا اللي كتلابوا الدعوة؟ لا إلا كان تحضير للناس خارة كان قلبي أنه قريب سنعلنه على التاريخ ونكرش نعلنه عليه ونحن مازال ما عندناش معلومة كده عليه وكين اللي كيتفاعل معاك عن طريق النشر ديال المعلومة مع الأصدقاء دياله باش نحاول نجمع أكبر عدد ممكن يد الكتوب بيدي الحضور في النصخ اللي كانت موفى ديالتخلها بكتابه جميل كوثر وحاول هدى المبادرة نوفى لكتبت عشرات التعليقات منها هذا التعليق الذي نشر عند انطلاق المبادرة لفرح أشباب قالت فيه ادخل بكتاب تسمح لك بدخول لقاء ثقافي مصرح موسيقى الشعر مقابل كتاب تعطيه للمنظمين الذين يقومون بإنشاء مكتبات في المناطق النائية لترسيخ عدد القراءة لدى سكانها المعويزين لنقيهم برد الشتاء كانت مبادرة ديالت نعم لنقيهم برد الشتاء كنت يمكن هي من الحويج اللي خلوا تدخلها بكتاب تخرج الوجود بين القوصين حيث كنت شاركت في الحملة هذه مع أصدقاء وكانت لفكرة جيد بسيطة والتي كانت تعاود كل سنة مع بزاودي الشباب يأنه يتجمعوا الحويج ويتجمعوا الغطاوات وكانت شوى المنطقة معينة قبل ما يبدأ فصل الشتاء وكانت فرقوه من الناس وكان سؤال بنسبالي يا معرصي هو إلى أي حد وماذا نعاونه هذه الناس وبهذا الأغطية هذه حتى نجيو قبل من بداية الموسم الشتاء وما كان نبقاوش نهضر مع هذا الناس حتى يجي العملين مورا وكان نساهم في ذيك الفترة كاملة في الوقت اللي كي تقطع عليهم الطرقاء اللي كي يعاني من النقص ديال بالزاف ديال الحويج وش هاتي اللي كنا نعطاولهم نحنا ينفعهم علش حنا ما نخدموش على المساعدة دياله الناس هذا بشي حاجة اللي يمكن ما يحسوش بالنفع دياله دابا ولكن على المدى المتوسط وله البعيد غادي قدري يعاونهم ومن هنا جاءت المبادرة ديال الدخل بكتاب هو أننا نقرعوا الناس ونوععوا الناس ونخليهم أنهم يآمنوا بأنه ماشي بالضرورة يبقوا هذا والمؤسف بالزاف ديال العائلات في المناطق القاروية في المغرب وأنه تحكموا على ولادهم وعلى ابنتهم أنهم رغي يبقوا في ذاك الدوار وغي يبقوا وكي يديروا نفس الحاجة في الوقت اللي يمكن أنه ولدك ولا بنتك يلقق تانعتي بأنه يقدري يقرأ رغي يولدوا شأن بعيد ومع العلم أيضا مستقل لكلامك مروان أنه المناطق النائية التي تغيب ربما فيها وسائل الترفيه وسائل المتعة وسائل ضياع الوقت هي اللي كتخرج ناس متمدرسين ناس متعلمين ويصلوا لأعلى درجات علمية متفاهمة معها؟ يقدروا يحتاجوا الكتاب يقدروا يكون الأنيس دياله أكثر من المدينة مثلا معروفة هذه والمدينة لم يسهل لأنه عنده القهوة عنده وقت للسينما عنده الوقت هذين تقدر مدقى عنده لسينما لا أولا أماكن وفضاءات لقضاء وقت رفاهية نطيق كميثال مثلا أمثلة بسيطة جدا هو فشكا مشي وكان دي بلاسا وهاد المناطق هذين زمان الاحتفال اللي كيكون من عند الناس من عند الناس جال الدوار كيكون كبير كبير الوحد درجة ما كتصور يعني بخوش ما هم فرحانين بهذوك الكتوب اللي جاءوا وعارفين القيمة ديالهم وعارفين بأنهم هذة الكتوبة هذون ما اللي غادي عونه ولادنا شي مالشاد هالذك ديالشي شعب شعبا متلا مشي لاصر شي دوار دوار كان في مقريست كان في دوار مقريست في 2016 في 2016 كانوا كان قروب ديال لبنات صغار في المؤسسة مشي نقدرنا في هالكتوبة كان قروب ديال لبنات صغار بهم وصغار صغار مضار بنا لكتوبة بيناتهم ندار بنا لأن كتابة الكولوغية يعجي ماشي شي بنات صغار كتقول لا أنا أنا أخذ هذا أنا أنا أخذ هذا وقالتين في واحد بلاصة في واحد القنط وكل وحدة كتوري الأخرى الكتاب اللي قدرت تأخذ من بيبيوتاك حيث كان بحال قلتش جوناي بخطو فأخذ بالنسبة لهم نعم وما ما شاهد اللي زوينا بزاف كتبقى في الدكريات يعني بأننا على الأقل را كندر واحد اللي في فغ اللي يخليوا الناس أنهم يفرحوا فالقضية قد يقول قائل يعني أنه ربما منح كتاب الشخص ما عندوش هذا العدد القراءة واش غير يشجع في هذا المسألة دي الحب بالقراءة واش ما كتحاولوش أنكم قبل ما تعطوهم الكتب ربما نضموا لقاءات تواصلية تحسيسية مع هاد الأطفال وهاد الشباب كتوعيهم بالأهمية للقراءة من أجل يعني نغرصوا فيهم هاد العدد القراءة أولا عاد نوفر لهم يعني كتب هذا هو المشروع يمكن الكبير اللي يولى في تخليب كتاب وقدرنا واحد الوقفة الكبيرة بين القوصين اللي وقفنا التخليب كتاب على التنظيم دي الأي نسخة باش نقدرون نضموا نرسنا كتر ونقدرون نخدموا على هذا الجانب هذا وأنه ما نكتفيوش بأننا نصوبوا مكتبوش ونعمروهم في المناطق القراءة ولكن أننا نخدموا على هذا النموذج دي المغربو والمغربية اللي كان طمحوا لي اللي هو المواطن اللي هو عنده ثقافة الحق والواجب اللي كان حاولوا ننسقه مع جمعيات من المجتمع المدني حاليا باش أننا تنظموا رشاة تكوينية على موضع بحل ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات باش الناس يتفتح قلوم شوية بين القوصين باش يفهموا أهمية هذا الكتاب هذا يعرفوا الدور دياله في الأخط نعم منذ بلنا أي تغيير لكن طمحوا لي حجاش حاليا نحن نصنعوش واحد تغييره لكن نسبيا نبنيو شي حاجة صغيرة اللي غا تعاون من بعد سنوات الناس اللي يقدروا يعاونوا وبين القوصين في إطار الحويج اللي مؤترين واللي تفكرون بالنسبة للدوار ديال حملة اللي نقيهم برتيشة واحد السيد كان طلب مننا فج سلينا حاجة بسيطة قال لك مش بالضرورة تجيبوا حويج ولا تجيبوا الغطوات ولا تجيبوا شي حاجة لهذا الناس إلا قد ديتوا غي أنكم تجيوا للدوار فقط غي تغييره مع هاد الناس غي تغييره مع هاد الناس حيش في واحد المرحلة معينة يقول لك يحس براثه هو في مغرب والناس في مغرب واحد آخر ما شي غي نجي عندك من سيمانة في مدة دي العام على 12 شهر عاد غدي تفكره ما كنقول لك شي خيب لك يديروه الناس ولكن نحب هذا لو أن الناس تقرب اللي مغارب أنا ربما استشفيت وحتى أنا مش من الناس اللي ما وصلوش لمناطق نائية وبعيدة في البلاد ركت حس بحالها عارتشنو بحال زي مشي حاجة كبيرة جدا في إطار الربورتاجات اللي كنا كنا نعملوها في البرامج وكان نوافق مروان على هذه الفكرة كيف ما قال لك وما يقول لك فقط أجي وغير زورونا يعني كيحسوا براثه في حد العزلة ويتهلوا فيك بأقل الإمكانيات طبعا يحتاجوا لهذه الزيارات بين الفينة والأخرى اللي يقوموا بها جمعيات المجتمع المدني يعني دي واحد الملاحظة لا أبحث عن إجابة فقط أنه يكون هذا الكتب مرافقة ربما أو ملائمة للمستوى الفكري المعرفي للمنطقة التي تتوجهون إليها لأكثر عشان ما يبقعش نوعا ما رفاهية فكرية أو لحتى نصور ربما من الإصدارات اللي يقدموها هما إذا كان مثلا شي إصدار علمي أو فكري اللي هو عميق ربما يقدر يكون نصور يعني من طرف القراء من كنا هذا القضية اللي كتجيب بتقطير ما لدينا خبرة كبيرة بش نكونوا زعم موضح نحن تم عرصنا في التنظيم مثل هذه المبادرة هذه دكشاليش كنشوفه مع ربما تسهل عليك أنه مسألة التواصل مع الجمعيات المحلية هي اللي غادة تعطيك النفالة مثلا هذه منطقة فلاحية مثلا وهناك أبناء يعني يتمدرسون ولكن ومنطقهم خدمين مع والديهم في الفلاحة تقول لهم مثلا أنه كتب عن الأحياء عن التربة عن أنواع الصخور علمية مثلا تفيدهم في المجال اللي يخدمين فيه ستكون أمور جيدة جدا ومفيدة دوار في غيس دعوا لهم كتب المحامات يدروا لها يقولوا لهم يترافعوا عن أنفسهم كوفا حمزة لكون دينوفال علق دخلها بكتاب فكرة شبابية مزيانة تعطي أكلها وقد اقتصب القتبست عفوا الفكرة في العديد من المدن المغربية على هامش بعض المناسبات الفنية وثقافية أيضا التي عوضت فيها تذاكر الدخول بالكتب في مدينة فاس مثلا تم تنظيم أمسية جناوة عوضت فيها التذاكر بالكتب معرفت ما هي المناسبة التي انظمتها أو فقط كانت ربما تنظيم شباب مدينة فاس وهما فقط يقتبسوا الفكرة من عندكم الفكرة تم اقتبسها فقط ومعناش مشكل أقعف هذه القضية هذه بالعكس الأفضل أنه يكونوا ناس يحاولوا ينظمون نوصخ من دخل بكتاب وكان عديد من نوص أخليت نظامات مجمعيات أخرى اللي نسقنا معهم وعاوننا بذلك شيء نقدرون نقدرون نكونوا نعرف في منين القرابين لما ينطق فين كانين ونطلبوا منهم أنهم يأتي وعاونهم بالحضور بين القوسين في مواقع التواصل الاجتماعي بش أنه يقدر يأتي كثير من العدد للناس لم تنسقوش فيما بينكم مثلا ما بين المنظمين بين هات الشباب الذين يتبنوا هذه المبادرة فيما بينكم طبعا تكون تنسق لكي يبقى لكي يكون المنتوج في الأخير يكون مزيان مثلا الأخطاء اللي كنا نطحوا فيهم قبل مثلا نحاول يتجنبهم لكي يقدر أن كل شي يلزم مزيان ومشون المكتابات وكان شباب في مدينة العيون القبل الذين نضمون وقدروا أنهم يصوبون كشاب واحد آخر وعجميني شيء خاصيا وقاعد درار اللي ولمنت لي معنا في التخلي كشاب جميل سمعك أوثر فقط من بين الأمور اللي ناقشناها معاك في البداية أميما أنه تقدروا تلقى مشكلة ديال المكان ديال الفضاء ديال القاع ما جربتو مثلا ديرو في الشواطئ أثناء فصل الصيف مثلا تقدروا خصا من السلطات المحلية وديرها في البلاش في اليو ببليك تكون صعبة بزاف صعبة بزاف من ناحية اللوجيستيك مثلا إذا كانت قاعة مسدودة قاعة مسدودة يقدروا الناس يتوقع بلس نوز ديالهم يقدروا همي يوفروا لس نوز أما باش تدير هانت اليو ببليك اليو معتك مثلا بزاف تشواطئ في المغرب تتلقى المخيمات مثلا تتلقى بيفان وتتلقى المايك وتتلقى هذا الوسائل اللوجيستيكية التي تتمنيها ولا سعين محطوطة وتقدر تتنسيق معهم هذه مبادرة غير نفعية أمور لا تكون مقابل مادي تقدر تنسقه مع الناس وتوفر لنفسك أن يكون إعلان عنها في الشاطئ دراري لبناز مرحبا بيكون غدى مثلا ستتلعشية في شاطئ السخيرات أو في شاطئ مهدية مثلا في قنيترا أو لا معرفش أنتم تختاروا في الرميلات في طنجة أنه مرحبا بيكون غدى غير يكون عنا مثلا الفنانين فلان 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 أو قروب كذا غير يغني هنا ولكن سنضروا واحد سياج بسيط جدا والذي يدخل يدخل بكتاب وتخيلي هذه المبادرة منذ انطلاقها سنة 2014 ومن آخر ما نشر من مقالة هذا المقال لموقع هسبريس أعادت تذكير بأهداف المبادرة فيما كتبت منصة أصوات مغاربية مقالا تحدثت فيه عن الحفلة الفني لمغني الراب المغربي نيسيو بالدار البيضاء والذي نظم أيضا لجمع ألف كتاب لصالح إحدى المكتبات بمدينة العيون وحول نفس الموضوع كتب موقع موقع آش فانكاتخ وموقع تانجا 24 وموقع عربية أخرى كموقع جريدة القدس العربي جميل جدا كتحس بالنشوة من خلال هذه الإشعاع الإعلامي المحلي العالمي العربي صح تعمل كنت فرح أنه كان تغطية لهذا النصخ اللي كان نضمه حيث كتعاونه بش أننا نقدرون نضمه نصخ مكبر كتر دي العدد الناس يعرفوا المبادرة بتالي كتر اللي عدد نسلي يحضروا أوطماتيكيا مكتابات اللي لكن ندبها في البداية الآن كان نضمه ألف كتاب مثلا في مكتابة على المدى المتوسط نقدر أن نضمه كتر دي الكتب نظر أن نكون نجمعها قبل كتر من شاء الله وميما الكومنيكاسي مهم جدا في أمور بحالك يعني مبادرة إلا ما إلا ما تسلتش عليها الضوء من الإعلام المحلي على الأقل إلكتروني تلفزيونات إذاعات ومشاء الله يعني الإعلام يناقش تفاصيل تفاصيل اليوم أي موضوع كما كان دير حالة في فيسبوك تلقى عنده لديباو وهذا موضوع عام جدا أنا مثلا بالنسبة لي في خبار الناس يقترح علينا موضوع بحالك بالنسبة لي أنا فرحان ليش درنا قهوة وكتاب درنا بزفت الحوايش درنا تحدي القراءة العربي قبل ما يتغنى الناس من مريم أمجون وجبنا ناس من النواصر وقسما بالله من مدرسة ما فيها تشي ما فيها اشتاء مكتب أصلا وداروا هذه المبادرة وشاركوا لأسف ما توفقوش ما وصلوش للمراحل النهائية يعني هاتش كي يشرف قسكو توليو الكومنيكاسي واحد أهمية كبيرة أنه تقولوا لدينا استراتيجية عمل ستكون بالتواصل مع وسائل الإعلام ومنظر لأنه شيء تلفزي ولا إذاعة مثلا وطنية ستقصر ولا شيء جورنان ولا موقع إلكتروني يقول آه مبادرة من هالنوع فيها فنان كما كان نوعه يعني شبابي غير ذلك يمشي صوروها وتلقى واحد الإشعاع وطني وتقدروا تلقى احتكاك مع جمعيات أخرى اللي ستعرض عليكم وتقول مرحبا بكم ونحن بغي نهات المبادرة زيما برسونل ما فشفت زيما لطو دي اللي ميديا اللي كانوا جاء والإفنمان الخر للدرب مدينة الدرب هذا فرحنا بزاف من ناحية الكوورتور ميدياتي كلي كانت وصي أم بلوس بالنسبة لنا أنا نتعرف سخطف البلاتفورم ديجيطال يعني نحن بالنسبة لنا أنا ولا مروان نحاولو نخدمو شوية بزاف على الباج فيسبوك وعلى اللقات انستغرام والكونتونيسي ميلاغ لدخلها بكتاب باش الناس زيما لا في المغرب ولا خارج المغرب تكون عندهم فكرة علشنا هو الكونسيبت علش كيدار علش حنايا علش علش كننخدو هادلغيسك كننخدو كنديروا هادلغي فوخ كامل بورد خلال بكتاب وعطيتكو فكرة لابلاج أعطيتكو فكرة سالفيديوهات اللي كتديرو مثلا ما تكتفيش إنك توثقهم فقط وتحطهم مثلا في الباش فيسبوك ولا في الانستغرام مشي صيفتهم اللي سيفتهم القنوات كي بصيد جدا كيشرح عملتوا مكتب مثلا في العيون نشاط من كذا وكذا وهالفيديو والمواقعة كي بقلت لبعد الأحيان كتكون محتاجة المادة يعني باش أنها تنشرها تكون فقط مشكل ديالتواصل صحي أنا قلت عليها يعني انتو بادرو ما تستعينوش نحن نرى ديجا نكنا نقشنا أولا للإقناة كي نحاول أن إنك يكون كاري كون كاري ديال ومن قبل الحادث يعني قبل الحادث أنا سوف نسافت لديك مثلا لأن المؤسس الإعلامي تكريباري ويقول أنا عندي هذا النهار سيكون تغطيلي دخلها بكتاب في منطقة كذا من أجل جمع ألف أو ألف كتاب كوش هذا كل من شكرا جزيلا لك إلى اللقاء في حلقة مقبلة